بعد المباراة شفت انا نظرات لعبة نادي الزمالي وك系ب تبص عالكاس زي ما يقول ان انت قبل المطش انت نازل مفيش بديل عن الفوص مفيش احنا نصيحن مهنا نازلين مفيش اي حاجة اللي احنا نكسب، بس مفيش اي حاجة اللي احنا نكسب، احنا نازلين نكسبه بس من كلامك اقولك ان انت قبل المباراة قد تمركز تركيز كبير خاصةً ان انت مش اقولك انت بسيت على الكلام اللي كتب عنك على السوشيال ميديا او الكلام ان الناس تقول لسه ناشئ صغير المباراة كبيرة عليه الكلام ده ما بستش على حاجة من دي خالص عشان ما فيش فكره اك صغير وكبيل انت لعبت وخلاص لعبت يعني انت لعبت موطشات صعبة ما فيش بقى فكره انت خلاص انت لعبت موطشات صعبة ما فيش فكره صغير وانت وكبيل انت لعبت وخلاص تحطيت في الموقف ده ما ينفعش تخاف انت خلاص تحطيت في الموقف اللي انت هتلعب الموطش هتنزل خايف هتبقى وحش يعني لو نزلت خايف اصلا من ماتش هبقى وحش اقول لا ما انا هكون عند ثقة في نفسي اللي انا نلعب ومش هكون خايف هبقى كويس اخد من كلامك ان انت لسه الغد دلوقتي لما بتشوف فيديو او بتشوف صورة من المباراة دي بتتدايق جدا اه طبعا بتعملت مع المواقف دي بعد كده ازاي وانا تعاملت اللي انا مثلا خلاص يعني افريقيا الجاية اول اللي بعدها فانا هوصل تادي وهاخد البطولة تاني لسه بدري لسه كل سنة كده كده ان شاء الله هاجي السنة دي السنة اللي جاي هاخدها ولما خدها هكون ميديها الجمهوري الزمالك قبل ما ميديها النفسي عشان الجمهوري الزمالك فيديو معانا لحد ان هاقول حد اخد ديقة في المطر اديتك حافز شايف ان انت بالاخص انت ومحمود علاء شلتوا جزء كبير جدا من الهجوم او من من الحاجات اللي كان بتنزل على التواصل الاجتماعي اللي كانت بتضايقه ولا انت كنتش بتبصوا على الحاجات دي خلص هو مطش وعدة بس احنا زعلين زي ما هم زعلين واحنا زعلين عليهم اكتر واحنا كان نفسنا في البطولة جمهوري بعد المباراة اما كانت بتشوفك كانت بتقولك ايه نسبة لحمد ايه انا والله الناس كلها بتقابلني كويس وانت عملت عليك في المطش وانت وانت يعني كانت انت كويس في المطش ما كنتش وحش ما اثرتش في حاجة وكل ده يعني ما كانش في حد بيدي تعليك وحش او اي حاجة ده بالنسبة لك كانش ايجابي وبيديك حافز كمان للفترة بيديني حامل زي لانا ان شاء الله السنة اللي جاية السنة اللي جاية اكون اعمل حاجة في المطولة دي اكتر عشان اخدها للجمهور مش اكتر شكبالة بقى شفته بيرقص الاول والتاني والتالت وبيحط الكرة بطريقة عالمية وصف الجن ده انه عالمي كنت اول واحد بتجري عليه في مطش النهائي القرن شفت الجن ده ازاي بقى وانت جوه الملعب هي دي يعني مش كبالة بيخش الجمهور دي حركت على طول حتى في التمرين حتى بيشتغل عليها كتير هو هو داخل جوه ويعادت تاني وبيشوتها وهي رايحة انا شايفها جوه يعني انا كنت وراه اصلا يعني انا ما جريتش عادي من الراه لانا شوف لقيته بيعدي سبته وقفت وراه وسبته عادي هو دي حركته على طول حتى بيعديها في السنة اللي بعدها تقريبا وفي الدوري وسنة بعدها كان عمل نفس الجون هو يعني في مطشات كتير بيعمل هي الحركة بيعدي لجوه وبيشوت وحتى لو لو اتنين تلاتة عارفين اللي هو يعمل كده بيعملها وبيعدي وبيجيبها يعني مش مش اول مرة يعملها ان الجون ده يعني احد من حاجات اللي ادتني سكة في الملعب اكتر الجون بتاع عاكبت الشيكبالة اللي هو جاء على طول بعدها ادتني سكة اكتر اللي احنا هنكسب وناخد البطولة باكتر عايز اتكلم معك بعد ان مات الشيكبالة بشكل شخصي كل كان عارف انه كان نفسه ياخد البطولة دي يعني هو كان بتاع عاكبت الشيكبالة كان زعلان جدا هو كان نفسه ياخد البطولة دي كان زعلان جدا جدا وعامتا اللعبة كلها مش مش كابتان شكبالة بس العبة كلها كان زعلان جدا وكان نفسه ياخد البطولة بس يومه قدامه ان شاء الله ياخدو البطولة تاني ان شاء الله ياخدوها يعني ان شاء الله تريد زَمالك التيمي اللي موجود دلوقتي قادر اللي هو ياخد البطولة كزا مرة مش مرة واحد ده الهدف الاساسي اعتقد من كلامك هه تحقيق بطولة افركيا وعلى غياب سنوات وان شاء الله التيمي اللي موجود في الزَمالك يقدر ياخد البطولة دي كزا مرة ولا عاد مش مرة واحد ترجمة نانسي قنقر